السلام عليكم ورحمة الله درس اليوم قراءة للصف الثالث الابتدائي اليوم عندي موضوع عمر العادل صفحة أربعين عمر العادل خرج الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتفقد أحوال الناس فوجد امرأة تشعل نارا تحت قدر وحولها أطفال يبكون فسألها الخليفة قائلا لماذا يبكي الأطفال قالت إنهم يبكون من الجوع فقال الخليفة ومن الذي في القدر قالت ما أسكتهم به حتى يناموا خرج الخليفة مسرعا وذهب إلى بيته وحمل سمنا وكيسا من الطحين ورجع إلى المرأة ثم جلس ووضع مقدارا من الطحين وقليلا من السمن في القدر وأعد طعاما للأطفال وأطعمهم شبع الأطفال وفرحوا وناموا وخرج الخليفة مسرورا لفرحهم معاني الكلمات يتفقد يسأل عن أحوال الناس وأمورهم سمنا دهنا مقدارا كمية أعد طعاما أحضر طعاما تدريب الأول أولا يقول لماذا خرج الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتفقد أحوال الناس ثانيا لماذا كان الأطفال يبكون كان الأطفال يبكون من الجوع ثالثا لماذا خرج الخليفة مسرورا خرج الخليفة مسرورا لفرحهم تدريب الثاني يقول ضع علامة صح أمام الجواب الصحيح قال الخليفة وما الذي في القدر قالت المرأة طعام أعده للأطفال ما أسكتهم به حتى يناموا سمل وطحيل لا هو ما أسكتهم به حتى يناموا تدريب الثالث ضع كل كلمة في المكان المناسب يبكي فوق الأطفال النار أولا المرأة تشعل النار تحت قدر ثانيا حينما يشبع الأطفال يلعبون ويفرحون ثالثا يبكي الطفل حينما يجوع رابعا القدر فوق النار وبالتوفق إن شاء الله